فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً فالصمت في حرم الجمال جمال كلماتنا في الحب تقتل حبنا أن الحروف تموت حين تقال لكني في هذه الحلقة سوف أخالف نزار قباني في هذه النصوص التي كتبها ونحن نقف في منطقة خلاقة بالجمال حقيقة نستضيف في هذا الحوار في بيت للكل ونحن نتواجد في إقليم البترة حقيقة رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترة التنمو السياحي مع علي الدكتور فارس برزات مساء الخير نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل الذي ينتمي من القدس القاهرة العراق وبغداد وإلى عمان الحضارة والجمال أهلاً وسهلاً شرفتونا بالبترة ونحن سعداء جداً بأن نرحب فيكم في بيت الأنباط البيت الأردني العربي عمره أكثر من ألفين عام وهذه حضارة ممتدة فالترحيب ممتدة من الأنباط وإلى يومنا هذا فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً أهلاً وسهلاً بك مع لي دكتور اليوم ونحن بالبترة من خلال نافذة برنامج بيت للكل يعني الحضارة والتاريخ ونتحدث اليوم عن الجمال اليوم كرئيس سلطة منطقة البترة تحديداً كيف تقدم البترة للمشاهدين؟ البترة جميلة تستمتع بجمالها وتنتظر زوارها إحنا اليوم بحمد الله يعني البترة ترتدي حلة جديدة من التنظيم والجمال ويزداد جمالها بعد كل شتاء وأفضل الأوقات التي تنزار فيها البترة بعد ما تشت الدنيا فإحنا صحيح أنه ليس ذروة الموسم السياحي ولكن من أجمل اللحظات التي تشوف فيها تلاوين البترة وصخورها هي فترة الشتاء ولكن أيضاً في كل موسم من مواسم العام البترة تزخر بالكثير الذي تهديه للناس ولعل أهم ما يميزها اللي هو الروحانيات فيها أماكن كثيرة جداً لسياحة التأمل وهذا شيء ليس بالمطروق بالسياحة بشكل عام لكن نتأمل أن يكون هذا أحد المنتجات السياحية المتميزة في البترة في السنوات القادمة هذا يبني على جمال الطبيعة وجمال الصخور وخصوصيتها المتميزة منطقة مثلاً البترة الصغيرة اللي هي منطقة بيضة يعني منذ أن بدأت أزور البترة من أيام المدرسة وهي تستهويني كشخص وبعد ما اتعمقت أكثر وقرأت عنها وسألت الخبراء كانوا يستنطقونها من خلال الحديث عن الروحانيات والطاقة الإيجابية الموجودة فيها هذا نزر يسير مما تزخر به البترة محمية أثرية مساحتها أكثر من 264 كم مربع فيها أكثر من 3000 موقع أثري مختلف داخل المحمية الأثرية منها حوالي 50 معلم أثري على المسار الرئيسي من مركز الزوار إلى منطقة الدير وفيها طبعاً مدينة زاخرة مدينة متكاملة أكيد إذن دكتور فارس هي عبارة عن كنز أثري نعم يعني نحن نتحدث عن كنز أثري دكتور فارس حضرتك دارس للأثار دكتور في العلوم السياسية بمختلف الجهات والجامعات ونتحدث اليوم عن المملكة النبطية تتوسط الحضرات القديمة وهي أيضاً هي من تربط الحضرات بعضها ببعض يعني عايزة أكلم الناس عن أهمية البطرة وكمان هذا الموقع مش عايزة أقول العجيب من العجائب يعني اللي ممكن محدش يتصور خاصة المشاهد الذي لم يأتي إلى الأردن أو إلى البطرة ليشاهد هذا المكان العريق فأطلعنا عن أهميته وعن قد إيه هو رابط بين الحضرات البطرة بنيت قبل الميلاد والآن عمرها أكثر من ألفين عام مدينة كانت عاصمة المملكة النبطية وكانت من أفضل ما يميزها أنها كانت ملطق التجارة العالمي على ذلك كانت القوافل التجارية تأتي من الجزيرة العربية ومن بلاد الرافدين وبلاد الشام وفلسطين ومصر ومستقرها في منطقة بيضة وهي منطقة يعني إذا إن شاء الله زرتوها رح تشوفوا أنه هي محصورة بين الصخور وإلها مدخل واحد للقوافل وكانت مركز تجارة عالمي والأثار المتروكة من قبل الأنباط تؤشر إلى أن هذه المدينة كانت مدينة ثرية وغنية جدا من نتيجة الحركة التجارية التي كانت يا أما تكون ممر أو مستقر إلها واشتهرت بسياحة القوافل التي نعمل الآن مع مجموعة من الجمعيات في المجتمعات المحلية لإعادة إنتاجها بحيث أنه سياحة القوافل كما كانت آنذاك نعيد إنتاجها كتجربة للزائر الذي يزور البترة أهميتها أيضا أنها امتدت من ما يعرف اليوم بسوريا إلى مغاربة العراق إلى شمال الجزيرة العربية إلى سينا فلسطين إضافة إلى اليوم المملكة الأردنية الهاشمية كانت هذه جزء من مملكة الأنباط والأثار النبطية موجودة في كثير من المناطق المحيطة مثلا أشهر مميز الحضارة النبطية أنذاك وهي النظام الحصاد المائي وهذا نظام لغاية اليوم لازال موجود يعتمد على جمع مياه الأمطار وتخزينها بطريقة هندسية محكمة بعض هذه القنوات لازال يعمل حتى اليوم وهذه الأبار كانوا في بعض المناطق يسموها القطار حتى نقط المياه التي تنبع من العيون الصغيرة جدا كانوا يعملوا لها أماكن تجميع هذا عن الجانب لكن هناك جوانب أخرى لها علاقة بالفن المعماري والنحت في الصخر هذه المدينة الوحيدة والمدرج الوحيد في العالم المنحوط في الصخر هو موجود في البترة المدرجات الموجودة سواء كانت الحضارة اليونية أو الحضارة الرومانية هي موجودة من الحجارة المجمعة على شكل مدرج ولكن المدرج الوحيد المنحوط في الصخر في العالم هو في البترة في البترة نعم يعني معليك تحدثت عن الأردن وجمال الأردن وتغنيت في أماكن البترة الجميلة ولكن اليوم تحظى المملكة الأردنية بسمعة عالية ورائدة في مجالس سياحة عالميا تحديدا وكما نعم أدرجت على موقع التراث العالم في عام 1885 وأيضا كانت كأحدى عجاب دنيا السبعة في عام 2007 وأيضا أول منطقة أو أول مدينة سياحية عربية أيضا تنضمن الفدرالية الدولية لمدينة سياحية لعام 2017 تحديدا اليوم موضوع الاستثمار كمدينة سياحية في البترة كيف يمكن للقادل لهذه المدينة؟ بالنسبة للإستثمار الأبواب مفتوحة ومشرعة لمن يرغب بأن يستثمر في قليم البترة اليوم محكومة بموجب قانون السلطة ومحكومة أيضا بموجب قانون البيئة الاستثمارية والآن لدينا بعض التشريعات التي نعمل عليها من مجلس الوزراء لكي تكون جاهزة لكن الفرص الاستثمارية المتاحة فيها عظيمة نحن اليوم لغاية الآن أنا بتقديري البترة في عام 2023 استقبلت مليون ومئة وسبعين ألف زائر منهم 86% اللي هم من الزوار غير العرب وغير الأردنيين كان في حوالي 40 ألف زائر عربي من جنسيات عربية زاروا البترة لكن ما نطمح إليها أن نصل إلى عدد أكبر من ذلك بكثير خصوصا من الزوار غير العرب وغير الأردنيين لأنه لدينا ما يجب أن يراه العالم هذا يتظل بهناك نهضة استثمارية سواء كان في تنويع المنتجات السياحية التي يجب أن نوفرها أو في تأهيل البنية التحتية اليوم لدينا أكثر من 3000 قرفة فندقية موجودة في البترة نتأمل أنه مع انتهاء بعض الفنادق التي الآن هي قيدة الترخيص وقيدة الإنشاء تصل إلى حوالي 4000 قرفة فندقية بنهاية البداية العام القادم جميل لكن هذا ليس فقط هو المطلوب لكي تنتج أو تكون جاذب للسياحة تحتاج إلى التجارب السياحية اليوم إذا ننظر من الشباك نحن قمنا بزراعة 4250 شجرة زيتون هذا الموسم لإعادة إنتاج تجربة الزيتون النبطية لأنه في منطقة هناك اسمها المدرس والمدرس هو المكان الذي كان يدرس فيه الزيتون فهذه تجربة سياحية سنقدمها للزيتون هي الأولى نعم كما كانت آنذاك يعني في تجربة القوافل حكينا عنها هناك تجربة المسارات نحن اليوم نعمل على تأهيل 27 مسار للمشي في داخل المحمية الأثرية وحولها في منهم مسارات مؤسسة موجودة الآن ولكن هناك مسارات جديدة كثيرة هذه ستقوم بتقديم نماذج مختلفة السياحة البيئية السياحة الزراعية السياحة الثقافية السياحة الأثرية السياحة التراث السياحة الثقافة الشعبية وهذا سيكون أيضا مرتبط بمجموعة من التجارب السياحية مثل القرية الثقافية التي هي تجربة البدو كما يقدمها العمارين تجربة البدو كما يقدمها البدول الفرق الشعبية التي تقدم الحياة الفلكلورية الشعبية الفرق مثل الراجف والطيبة وادموسى دلاغة أيضا العمارين ومصيحون هذه وكلها ستكون هناك تجارب ثقافية تقدم اليوم احنا كمان افتتحنا مركز شقيلة للحرف التقليدية والإبداعية وشقيلة للتاريخ وهذا بهمك ستي أن شقيلة هي أول امرأة في التاريخ توضع صورتها على العملة أول امرأة في التاريخ شقيلة نعم شقيلة اللي هي زوجة الحارث الرابع الملك النبطي المشهور لدي اسمي قريب منها مش معقول عالم تمكين المرأة فكان العرب الأنباط سباقون في تمكين المرأة قبل أن نسمع عن تمكين المرأة في الظروف الحالية واليوم هذا الفكرة التمكين مركز شقيلة هو يمكن المرأة الأردنية اليوم في هذا المكان من صناعة الحلي والمجوهرات من الفضة والنحاس وغيرها لكي نقدم منتج صنع في البترة للزائر وليس صنع في مكان معالي وزير هذا يمكن الحديث ممتع حقيقي خاصة في قضايا تخص تمكين المرأة في كل بلدان العربية يعتقد الغرب بأن مناطق الشرق الأوسط هي مناطق بعيدة عن تمكين المرأة وأعطاها حقوقها المشروعة في حين نعرف بأن الدين الإسلامي كان صريح وفي بلداننا نقول بأن المرأة نصف المجتمع ويكملها الرجل بأن تكون المجتمع بالكامل عندما أشاهد من خلال حديث حضرتك تتطرق إلى كثير من المواضيع المهمة في هي تصدير صناعات خاصة بهذه المنطقة ممكن تشغيل يد عاملة من أهالي هذه المناطق وهي ناحية الإيجابية الأكبر اليوم نعاني من أزمات اقتصادية في بلداننا العربية هل يكون هناك ثقل على عاتق سلطة البترة في قضية التسويق لهذه المناطق كي تكون رافض اقتصادي حقيقي مثل ما نقول بالعراق نعتمد فقط على النفط أو الغاز أو هذه الأمور تكون رافض حقيقي لدعم البلد في وقت الأزمات نعم الحقيقة أخي أحمد نحن نعمل بشراكة استراتيجية مع وزارة السياحة ومهي التنشيط السياحة ومع سلطة العقبة الخاصة أيضا ومع الجمعيات السياحية المتخصصة مثل جمعية الأذلاء وجمعية النقل السياحي المتخصص وجمعية الفناطق وجمعية المطاعم والتحف وغيرها وفي منطقة البترة تحديدا نعمل مع جمعيات محلية لها تاريخ كبير وعريق جدا مثل جمعية الخيل جمعية الرواحل وهذه قصة لحالها تستحق أن نتوقف عندها قليلا أهل هذه المنطقة قدموا الكرم العربي الأصيل في مرافق استقبال ومرافقة الزوار عندما لم يكن هناك سيارات يعني قبل أكثر المائة عام عندما كان الزوار يأتون إلى معان كان في هناك محطة سكة الحديد الحجازي في معان فكان يذهب أهل وادي موسى إلى معان يرافقون الزوار على الخيل والإبل يجيبوهم إلى منطقة وادي موسى فكان يعمل قائد مسير ودليل وحارس وطاهي ومزود للماء ومضياف ويستضيف الزائر في بيته أو في بستانه أو في حكورته أو في مكثاته وبينسده على الموقع الأثري وبيشرح له ويهتم فيه من الألف ويتحمل مسؤوليته الأمنية إلى أن يعيده إلى هذا التاريخ العظيم هذا الإرث الثقافي غير المادي لغاية الآن لم يترجم إلى تجربة سياحية على أرض الواقع هذا ما نسعى إلى ترجمته الآن إنه نثور مثل هذا التاريخ ونحطه أمام الزائر بحيث أنه يشوف أنه هذا التاريخ موجود ويجب أن يعرف ما زال فيه صدور الرجال نحن اليوم ننقله إلى باقع الأرض إن شاء الله طبعا قطاع السياحة هم أردنيين والبقية عمالة أجنبية فيه أشياء محددة ما نسعى إليه اليوم هو أن كلما اتسعت رقعة الإستثمار السياحي وزاد عدد الزوار إلى الأردن وإلى البترة تحديداً كلما زاد الأثر الاقتصادي الإيجابي للسياحة على الاقتصاد الكلي مساهمة قطاع السياحة في عام 23 بلغت أكثر من خمسة مليار دولار وبلغ عدد الزوار طبعا أكثر من حوالي أربعة مليون زائر إلى الأردن منهم حوالي مليون زائر أجنبي اللي هم غير عرب وغير أردنيين نشاء الله لكن هذا ليس طموحنا طموحنا أن يكون أكثر من ذلك بكثير وأيضاً أن نستقطب السياحة العربية من دول الجوار لأنه بالعالم كله 70% من السياحة هي سياحة أقليمية فهذا ما نسعى إلى أن نحتاج